بيان عاجل جدا من الجيش المصري ننشر لحضراتكم التفاصيل ومفاجأة مصر ستعاقب المواطنين بسبب نهر النيل ننشر لك التفاصيل وخبر صار من هيئة السكة الحديد بمصر وعاجل مسؤول بالجيش المصري مستعدون لمواجهة التحديات وبيان هام صلوا على حبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها وطنيين نبدأ بتفاصيل أو الخبر معنا وبيان عاجل جدا من الجيش المصري ننشر لحضرتك التفاصيل قوات المسلحة المصرية أعلنت عن تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي وعرضت ذلك من خلال فيديو نشرته عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية أكدت قوات المسلحة المصرية خلال الفيديو تصنيع أول رادار مصري الصنع في الجيش المصري ويعني لو تتذكروا أن شهد معرض إيديكس 2018 معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية عرضا لأول مرة لرادار مصري الصنع ثناء الأبعاد مصمم بالكامل بأياد مصرية 100% تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية تأتي أهميته في كونه يمثل بوابة مصر لامتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات كما يدخلها سوق الأسلحة كمنافس وليس مستهلك فقط المصدر معانا كان من RT والصفحة الرسمية للجيش المصري يعني شيء جميل لما نبدأ نصنى أسلحة وخصوصا رادارات لأن ده يعد من أسلحة الدفاع الجوي سلاح حساس ومهم جدا في الدفاع الجوي في الجيش المصري أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو يلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل لخبر آخر معانا ومفاجأة مصر ستعاقب المواطنين بسبب نهر النيل تعرف معانا على التفاصيل وزير الرأي المصري أعلن أن من يلوث المجاري المائية الخاصة بنهر النيل سيدخل السجن في القانون الجديد أوضح أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق تعديل قانون 1984 إلى جانب التنسيق بين وزارتين الري والزراعة فضلا عن وضع مشروع لتحسين نوعية المياه ما ينعكس على صحة المواطني موضحا أن محطات المعالجة التي جرى إنشأها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت بشكل كبير في تحلية المياه أشار خلال تصريحات الفيزيونية إلى أنه جرى عمل شبكة كابلة تغطي كل الترع على مستوى الجمهورية وظيفتها كشف نسبة المياه في الترع وإعلام المسؤولين عنها في حال نقصها عن الطبيعي أو جفافها وهي من الأمور التي تساعد في الحفاظ على المياه بشكل كبير المصدر معنا كام من الوطن وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام طبعا يعني أي حد يلوس مياه نهر النيل أو الترع المصرية يعني يجب أنه يتحاسب وبشكل يعني صارم دي وجهة نظري لأنه نهر النيل ده حياة كل المصريين ننتقل لخبر آخر معنا وخبر صار من هيئة السكة الحديد بمصر تستقبل هيئة السكة الحديد المصرية دفعة جديدة من عربات القطار الواردة من روسيا عبر ميناء الأسكندرية ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة استقبلت السكة الحديد حتى الآن من صفقة القطارات الروسية المجرية 407 عربات قبل الدفعة الأخيرة التي وصلت ميناء الإسكندرية وضمت 22 عربة ذات تهوية ديناميكية تستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا وتقوم بإدخال القطارات الروسية الجديدة للخدمة شهريا بمتوسط تلك قطارات كل شهر على الخطوط الرئيسية تشمل صفقة عربات القطار الروسية 800 عربة مكيفة و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية المصدر معنا كان من RT من المهم جدا السكة الحديد تتطور ونبقى عندنا قطارات يعني نفخر ان احنا عندنا الأنواع المختلفة المجرية والروسية ويعني القطارات تكون مميزة وتقدم الراحة للمواطنين المصدر معنا كان من RT وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر منتقل خبر آخر معنا وعاجل مسؤول بالجيش المصري مستعدون لمواجهة التحديات وبيان هام أكد قائد قوات الدفاع الجو المصري اللواء أركان حرب محمد حجازي ان القوات مستعدة لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية قال في مؤتمر صحفي في إطار احتفالة قوات الدفاع الجو بعدها الواحد وخمسين مستعدون دائما لمجابهة ما يستجد من تهديدات وتحديات هؤلاء الرجال قادرون على مواجهة العدائيات وحماية سماء مصر على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية أكد الفريق حجازي أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية لقوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري المصدر معنا كان من الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري لقوات المسلحة وارتي أترك لحضركم التعليق كل عام وقوات الدفاع الجوي بألف خير والجيش المصري يعني والشعب المصري بألف خير بإذن الله ننتقل لخبر آخر معنا وضربة كبرى من الداخلية المصرية وتمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب ثلاثة بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بالمطار من ضبط 2 و3 عملات أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة كانت بحوزة أحد الركاب أوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية تم تشكيل لجنة من المختصين الأثريين قامت بدورها بفحص المضبوطات وإعداد تقارير فني جاء فيه أن عملية الفحص والمعينة أكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الآثار وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن أوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم 36 عملة من العصر اليوناني و58 عملة من العصر الروماني وعملة من العصر البيزنطي و108 عملات مختلفة الأشكال والأحجام ولكنها مطموصة المعالم لأنها مغطاة بطبقات من الصدق وعوامل القدم المصدر معنا كان من RT تحية كبيرة للوحدة الأثرية وشرطة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي ويجينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة تمنى أن نكون خفيفة على حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته